بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر اللهم صلي على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين اليوم نتحدث إن شاء الله في التفسير ولكن ممكن يكون ما نقوم به اليوم يختلف شوية عن ما اعتدنا عليه في درس التفسير أذكر في القديم قرأت لأبو الأعلى المودود رحمه الله أبو الأعلى المودود كأنه استفاد عناصر قيام الدولة الإسلامية من الآيات من سورة الإسرائيل التي تأتي بعد النبوءة نعرف أنه طبعا سورة الإسرائيل استهلت النبوءة وقضينا إلى بني إسرائيل التفاصيل لكن هو يبدو استفاد عناصر قيام الدولة الإسلامية من آيات جاد تعقيب على أو بعد الكلام التفصيلي عن النبوءة وهون بدل ما نقول حقيقة دولة أرى أنه ممكن يكون تعبير المجتمع أدق يعني كيف نبني مجتمع لأنه أصلا هي الدولة جدو والدولة ضرورة أيها هي وسيلة والحقيقة هي ضرورة إذا كان فيه اجتماع بشري وفيه تحضر فهي ضرورة الدولة ممكن طبعا في القديم كانت لها صيغ الحكم له صيغ يتلاءم مع مستوى الحضاري للأمام أما الآن ما ممكن لأي مجتمع أن يعيش دون وجود صيغة دولة نسميها دولة اليوم فلذلك الأفضل نقول إيش مجتمع مجتمع إسلامي منه الدولة طبعا الآن بعد الكلام عن وعد الآخرة كما قلنا في فاتح سورة الإسراء يقول سبحانه وتعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة كبيرة إذن لاحوا الآن هون إذن بدأت الآيات اللي عقبت على النبوءة إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم فبالتالي القرآن يشير يهدي إلى التي هي أقوم طبعا بإمكاننا أن نفهم التي هي أقوم بطرق كثيرة مثلا بيقولوا أن أقرب خط بين نقطتين الخط المستقيم يعني بمعنى أنه إذا أردت أن تصل إلى أهدافك سواء كان أفراد ولا مجتمعات فهذا هو أقرب الطرق هذا من ضمن يعني من ضمن المعاني التي تحتملها أقوم للتي هي للتي لاحظ هي أقوم يعني حتى لو كان في بعض الطرق أو القويمة أيوان هذه أقوم إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم لذلك أي مجتمع بدي يوصل إلى أهدافه طبعا أهدافه اللي هو يهدف إليها بقصد إسعاد المجتمع إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم طبعا لازم الناس الآن يفكروا فيما بعد إحنا الآن بدنا نعطي لمحات سريعة يفكروا لماذا جات النبوء النبوء ابتداءا هي فاتحة الكلام ثم بدأنا نتكلم عن الوحي الذي هو حكمة الوحي الذي هو حكمة الآن يقدمها للمجتمعات البشرية اللي بدأت تبحث عن الفلاح الحقيقي في الدنيا ثم في الآخرة إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم ويبشر المؤمنين بشرى كمان ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرة طبعا هو إذا بنلخص الدين هداية ثم تبشير ثم في المقابل إنذار طالما في بشرى في إنذار ولذلك الرسول ويذلك الرسول مبشرين ومنذرين ويبشر المؤمنين الذين يعملوا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد مثلا أو هون إيش للتي وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا الإيمان طب لماذا الآن وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة يعني ممكن على فكرة من الناس اللي اللي ممكن تجدوا يقول أنا دين من عند الله وحتى بيعبره قال دين سماوي يعني موحائل اليهودية مثلا وما يسمى عندهم بالتوراة والعهد القديم لا تجد فيها عبارة واحدة تتعلق باليوم الآخر في حين تجد عند الفراعين اللي كانوا منحرفين في عقائدهم موجود يوم آخر وكثير من الأمم اللي وثنية تؤمن بيوم آخر كيف قدروا يحذفوا مسألة اليوم الآخر اللي هي مهمة جدا من كتابهم اللي ممكن من أسباب الإفساد اللي ذكر في أول الصورة من أسباب الإفساد الإفساد إفسادهم اللي ذكر في أول الصورة فانتزعت منهم الإمامة الدينية بالتالي طيب الآن ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا طبعا يدعو هون أول ما يتبادل للذهن كأنه الدعائش الطلب من الله بس هو في الحقيقة الدعائش لما بدك أنت تأخذ بمفهومه الواسع هو كما كل طلب وابتغاء بطلب ويهدف بطلب يعني مثلا لما قالت إن أبي يدعوك شو ها يدعوك إذن هو بطلب منك القدوم إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا إذن هو بطلب إذن نفهمها بمفهومها إيش الواسع اللي هو إيش سواء كان بيطلب من الله أو بطلب من أجل تحقيق أهدافه بسلوكه أيها بسلوكه وعمله جده وقوله وتفاصيل تمام ويدعو الإنسان بالشر دعائه بالخير وكان الإنسان عجوله إذن هون في مسألتين المسألة الأولى اليوم معظم البشر على فكرة هو دائما في ما يطلبه ويبتغيه طبعا الفرق الآن بين الطلب والابتغاء من الأشد على فكرة الابتغاء الابتغاء يعني الابتغاء فيه طلب إيش معجه ما اجتهاد أشد الابتغاء ويدعو الإنسان وبالشر يدعاه بالخير وكان الإنسان عجوله الآن البشر سواء كانوا أفراد أو مجتمعات دائما مطالبهم وما يبتغوا بشكل يعني بيهدفوا إلى تحقيقه ممكن تجدهم أحيانا يكتشفون أنه هم كانوا بطلبوا الخير وإذا به ينتهي شر بطلبوا الخير وإذا به ينتهي شر وكثير على فكرة اليوم ممكن تدرس المجتمعات البشرية والدول شو كانت ظنونهم وأهدافهم وإنه رأوا أنه هذا هو الطريق الصحيح فإذا بهم بيكتشفوا بعد سنين أنه الكلام كانوا مخطئين هما كانوا مخطئين وجدت الأمور معاكزة هذا سواء كل أفراد أو جماعات ويبتغون أديانا ولا يكبال منهم ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يكبال منهم هذا في الآخرة وهو في الآخرة آه فلن يكبال وهو في الآخرة من الخاسرين ممتاز وهو إحنا موضوع الدنيا والآخرة مش بس الفلاح الدنيوي والأصل الامتداد فيما بعد ويدعو الإنسان وبالشنر يدعاءه بالخير طيب ليش بيحصل معاه هذا الكلام ولاحظوا هون الإنسان إذن قانون يتعلق بالإنسان لكن هون من أهم أسباب أنه ممكن يقع في هذا الكلام على فكرة لأنه مش مهتدي لحظوا الآية اللي قبلها إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى وبالتالي كل ما كان الإنسان يهتدي بالوحي كل ما كان على فكرة ما بقع في مثل هيك مطبات ما بقع في مثل هيك مطبات ولكن اليوم لما تدرس المجتمعات البشرية البعيدة عن الوحي والهداية الربانية بتجدها دائما تسقط في في الأخير على نقيد ما كانت تهدف إله طيب وكان الإنسان عجولا ويبدو من أهم الأسباب الإخفاء ما فيش تأني وما فيش دراسة وما فيش احتياط في الموضوع فبالتالي نتيجة استعجاله الإنسان الآن على مستوى فرد على فكرة أو على مستوى مجتمعات بشرية نتيجة استعجاله وإيش اللي بيحصل أي وبيكون يأتي تأتي النتائج على نقيد ما ما يبتغيه هو ابتغى الخير فجاء الشر وسبق في بعض الدروس أني ذكرت قصة يعني مشان أقرب بعض معاني ويدعو الإنسان بالشر دعائه بالخير وكان الإنسان عجولة بعيدها القصة هيك سريعة كنا في في سجن الظاهرية وهذا بيكون هو التجميع بجمع المعتقلين مشان نودوهم بعدين لأسجون أخرى في خيام في خيام واعتادوا لأنهم طبعا المساجين في هذا السجن الظاهرية يعني بيكونوا يعني لا بقصد بيكون مسجون إليه يوم يومين ثلاثة أربعة وغالبا مثل هذا الحال على فكرة بيكون مأخذش على جو السجن أما إذا طالت شوي خلاص هناك بيكون وضعه صعب في البدايات في البدايات فأنا واقف فإذا بيجندي جاي من بعيد بيحمل ورقة ورقة طبعا هون الورقة متعودين المساجين خصوصا في مثل هذا السجن أنه الورقة قد تكون فيها أسماء يعني للإفراج اعتقال يوم يومين ثلاثة الأخير للإفراج فلافت انتباهي شخص هيك بحرقة يا رب اسمي يا رب اسمي بشيك يا سبحان الله في الورقة ما فيش إلا اسمه بس وين على التحقيق مش إفراج مش إفراج على التحقيق يعني أصعب طب ضروري يا رب اسمي كون يا رب إذا في خير اسم كون اسمي بس الرجل مستعجل إيش يروح فأبصر بجوز أدين فيما بعد فيه على اعترافات بجوز راح فيها عشر سنين مثلا يعني وهو أعلم في الموضوع هذا ممكن يوضح بعض معاني النص الكريم الآن ويدعو الإنسان بالشر دعائه بالخير وكان الإنسان عاجولا إذا لغة لما نقول مثلا عجلة فهو عاجل بشيك إذا اسم فاعل اسم فاعل هو عاجل والمبالغة من عاجل عجول أيوان عجول إذا هو مبالغة فكرة مبالغة إذا من عاجل عجول لكن عجول هاي طيب ما هو بعض الناس ممكن يقوله طيب ما هو الله سبحانه وتعالى اللي خلق فينا خلق الإنسان وإيش من عجل مجبول على العجلة أيوان طبعا في حكمة زي مثلا يعني لما الله سبحانه وتعالى خلق في كل الكائنات حب الذات إنسان وغيره هذا بيحافظ على الوجود حب الذات وممكن لأنك تسعى وتكد وتتعب وتبني حضارات وكذا الأخرين لأنك بتحب ذاتك ولكن في المقابل فيه إلو عوارض مرضية كيف ننعرجها لأنه لابد من حب الذات بس كيف كيف ننمنع حب الذات هذا ينحرف في ارتجاه مثلا ضد المجتمع أو ضد الآخرين هون نفس الشي أو الشي نفسه الآن عجول إذن هو نتيجة إنه كونه مش بس عجول ممكن تجده مثلا اخترع السيارة واخترع الطيارة ومشيك ليش؟ لأنه بده يوصل بسرعة مثلا هاي من فوائد مثلا الاستعجال واليوم إذا بتلاحظوا هون في الكمبيوتر في الكمبيوتر صارت عندك سرعة هائلة في استحضار إيش المعلومات تصور مليارات الصفحات خلال ثانية تستحضر هذا من مرغبة الإنسان على فكرة في العجلة وتقدر وتعطوه أمثلك كثير فإذن إله جوانب إيجابية إنه مخلوق عنده هذا ولكن طب بدنا الآن نضبطه ونجعله حكيم مش إنه إنه هو عجول دائما يستعجل الأمور ثم يكتشف فيما بعد إنه تأتي النتائج على خلاف ما يريد يعني زي إيش عافية كبير بشبهها زي اللي بجد مثلا شجرة التفاح قبل أوانها هو مستعجل إنه يبيع مثلا أو مستعجل إنه يأكل في النهاية بيحصل على إشي غير صالح للأكل غير صالح للبيع هذا موضوع نعم فهون الاستعجال إذن في الواقع المادي لا الحكيم بقول لك استنى الشجرة عبين ما تنضج ولما تنضج هو بيعرف وقتها وبيعرف إنه لازم يكون يعني ما يعني ما يتجاوزش لاحظ ما يتجاوزش حتى الحد ولا قبل كمان في وقت في قانون في قانون بنتزمه لا قبل ولا بعد حتى ما يكون إيش عجول عجول طيب إذن إذن هذه أول نصيحة إذا بتلاحظه نصيحة للأفراد والمجتمعات إنه بمعنى آخر الأمور بتأني وتدرس وتفاصيل وإياك إنه كونك مفطور على العجلة إنك تسلك الأمور فتتفاجأ يعني بنقيد مقاصدك وبتكون تقصد الخير فبيأتيك الشر آه وزي اللي بيقوله أمثلة ثانية يا رب يا رب إحنا ما نقول ممكن رجل أو امرأة خليها امرأة مثلا يا رب الزوج نفلان يا رب الزوج طيب يختي اتجوز نفلان بعدين إيش وإذا به شيطان أنت استعجلتي مستعجلة لأنقلتك أنا عمري الآن يعني إليه أمثلة كثيرة هون سؤال سؤال يعني كل الدول الغربية وكل الدول المتقدمة عندها مراكز أبحاث وتدرس وتشخص كثير أمور أيها ماذا تخفق في بعض في قضايا معينة خاصة بالقضايا الاجتماعية وفي أحداث من الدين آه الإنسان آه هنا السؤال خلينا نوضح السؤال هون أنه مثلا الدول المتطورة عندها دراسات وأبحاث وتفاصيل ومستشارين وإلى آخر هي من أجل أنه إيش يوصلوا إلى أهدافهم يوصلوا إلى أهدافهم فليش منيجي كثير منهم بيخفق خصوصا لما يطول الزمن يعني مرات بينجح أو بيشعر بأنه نجح في الفترة قصيرة ولذلك بيقولوا دائما أنه القيادات القيادات اللي بتبني بتهدف مثلا لخمسين سنة أفضل من القيادات اللي بتبني لعشر سنين استراتيجي أيها فهون ليش آه هون هون وضعت إذك على أنه فيه إشي اختصاصنا إحنا كبشر كمستخلفين وفيه إشي لا هذا مش من اختصاصك أنت والله سبحانه تعالى لماذا ينزل الرسالات الرسالات لأنه في جانب بيبقى الإنسان فيه ضعيف الجانب أنو لاحظ أنه الدين نزل فيما نسمي اليوم العلوم الإنسانية العلوم الإنسانية وترك لك العلوم اللي تتعلق بالمادة فأنت في علوم المادة الآن بتنطلق وبتحق أهداف وبتوصل وما بتتفاجأش هذا اختصاصك كخليفة في الأرض لكن فيما يسال ما بالعلوم الإنسانية لحد اليوم الإنسان يحبه ونزول الدين وتفصيلات اللي وضعها الدين خطوطا كخطوط عريضة بالدرجة الأولى إله لأنه الله الذي خلقه يعلم بلاش يعرف يعلم إنه الإنسان قاصر في هذا الباب مش مثل في الرياضيات مش مثل في الفيزياء مش مثل في الفلك مش في الطب الطب على أي حال ولو بيخطئ لأنه عم بتطور لكن إذا بتلاحظوا في عالم الفلسفة أصلا فلسفات متناقضة في عالم في عالم علم النفس في عالم علم النفس لحد اليوم أشكال وألوان ومدارس في عالم في علم الاجتماع أشكاله ألوانه أقواله إلى آخر واليوم بتجد فيلسوف أو يعني رجل عبقري في التربية تطلع على بيته خربان يعني يعني مش مرب أولاده ها واللي بدرس بتجد هذه هذه اللي ما سموها العلوم الإنسانية لا الإنسان فيها لا يزال يحبوه ويبدو أنه مش من اختصاصه بدليل نزول الدين فيها هي يعني مثلا فيما يتعلق بالاقتصاد مثلا عندك النظام الاقتصادي هذا النظام كنظام إله علاقة إذا بتلاحظوا بفكرة العدالة فكرة العدالة لكن علم الاقتصاد اللي هو أيش كيف أنتج مثلا علم الاقتصاد مثلا كيف أنتج ها في فرق بين كيف تنتج وكيف أيش كيف توزع كيف توزع اللي هي مبنية على العدالة ها هاي الإنسان ممكن يكون فيها ضعيف ولهما أصلا شيوعيين لما نشأت الشيوعية ما هي بتعترض على الرأسمالية في أين منهم هل هي الشيوعية كانت تعترض على الرأسمالية أو الرأسمالية على الشيوعية فيما تعلق بعلم الاقتصاد بالدرجة الأولى بنظام النظم الاقتصاد وأكثر ما تقوم على فكرة عليه الآن الفلسفات التي تؤدي إلى معسكرات وعدوات وحروب لا تتعلق بالعلوم وإنما تتعلق بالفكرة العدالة والنظم أي نظام ممكن يكون أفضل للبشرية مثلا كيف حقوق الناس إلى آخرها هذه المسائل لذلك الدين فصل فيها لاحظوا أنه قلنا أنه البشرية مش بس قاصرة في هذا الباب وإنما أساس العداء قائم على إيش عن اختلاف في موضوع الفلسفي وما ينبني عليه من علوم إنسانية ولذلك مثلا الشيوعين زمان كانوا يقولوا لأنه لهم فلسفة معينة كانوا يقولوا عن علم النفس الغربي هذا علم نفس يعني ساقط ما كانوا يخذوا فيه لهم فلسفة وعلم النفس بروح اتجاه وعلم الاجتماع عندهم عند الشيوعين بيختلف عن الرأس ماليين في نظريتهم ولاحظ والنظام عندهم يختلف عن النظام عند الرأس مالية والرأس مالية نفسها أشكال وألوان في النظم وبالتالي الدين جاء وتدخل ونوضع معالم رئيسية لذلك بدأنا في الآيات التي هي أقوى أيوة نرجع لقضية إن هذا القرآن يحدد التي هي أقوى ما تغلبوش حالكم تمام طيب فهذا كله إذن ليش ممكن يخفقوا مش من اختصاص هذا مش من اختصاصك أنت كإنسان افهم حدودك افهم حدودك تمام وبالتالي لابد أن تستنير حتى لا يكون مفاجآت بالوحي طبعا أنا الوحي طبعا لا يبد أن يثبت الوحي إنه من عند الله إذا ما كانش فيه إذا الدين ما كانش عنده القدرة على الإثبات إنه من عند الله كيف بدنا نلتزم فيه الأهم قضية في الدين إثبات أنه من عند الله بعد هيك كل شيء يكون يثير طيب ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليلة والنهار شيء عجيب على فكرة الآية هاي الآية هاي شيء عجيب إنها جت في التعقيب على النبوءة إذن وجعلنا الليلة والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء انفصلناه تفصيلا خليني شوي هون لأنه هاي ممكن تلتبسوا شوي إنه وجعلنا الليلة والنهار آيتين هو الحقيقة الليل في حد ذاته آية سبق في بعض الدروس إنه بينا معنى الآية هو العلامة الدالة الموصلة إلى العلامة الدالة الموصلة إلى هذا معنى إيش آية آية وذلك في بعض الناس يعني ممكن تضحك اليوم يعني وللأسف حتى إنه إحنا الآن يعني نناقش مثل هذه الأفكار اللي ممكن نعدها بلاش نوصف لها الآن إنه بكلك لا يجوز أنت أن تقول معجزة يعني في قضية الأدلة على أنه الدين حق حق شو ما نقول إحنا العجاز والمعجزة بكلك هذا ما يجوز ليش ما يجوز قال لازم نستخدم التعبير القرآني اللي بقول إيش آية لا مش صحيح هالكلام الآية إذا كانت معجزة تثبت الدين لأنه قلنا هي العلامة الدالة على إحنا بدنا الدل على إيش يبدأ الدل إنه من عند الله شو منحتاج شو لازم تكون الآية معجزة هذه مشان الدل لكن هناك أمور تدلك وليست معجزة إذن 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 مش صحيح إنه الآية بتعني بتعني الدليل لا الموصلة إلى الهدف تكون صفة يعني هو لاحظ كيف يعني أنت الآن لما بدك تدلل ممكن مرات أنت تدلل بالعقل ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات يسجننه حتى حين ثم بدى لهم من بعد ما رأوا الآيات لا يسجننه حتى حين يعني العلامات المؤشرة الدالة إنه المجتمع شو ممكن يصير فيه لا غيبوا شوية في السجن هذه معجزة إلى آخرهم القرآن مليان مليء بهذا طيب إذن الليل نفسه آية على فكرة والنهار وجعلنا الليلة والنهار آيتين أو يعني ممكن نفهم في التفسير إما الليل نفسه أو النهار نفسه أو شو اللي بيجعل الليل مظلم يعني مرات بنوجد القمر في معظم الليل وفي النهار إيش الشمس فلذلك فيهم بعض الناس بعض أهل التفسير يعني إنه آية الليل هي القمر وآية النهار إيش الشمس فمحونا آية الليل فأجيقالوا إنه هو محيض القمر لأنه القمر هو بيستمد أصلا من وين من الشمس هو ممحي هو أكيد على فكرة في يوم الأيام القمر طبعا إذا النظريات صحيحة بأنه الأرض والقمر منفصلة على الشمس أصلا مشيك فهي بدها تكون مضيئة أصلا بتكون مضيئة من أصله ثم خفضوها حتى محي فآية الليل ممحية محي ضوها وآية النهار آه هذا إذا وممكن تكون لا المقصود إيش الليل آية من آيات الله على العلامات الدالة على إبداع الخالق على بديع صنع الخالق وأيضا النهار لاحظة اثنين ويمكن الجمع لاحظة اثنين بدلال في الحديث إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته أيها فلو فهم على إنه هو الليل ولذلك فمحاونا آية الليل يعني جعل آية الليل غير مبصرة لأنه شو من المقابل قال النهار هذا كلام يطول تمام أيها من آياته هذاك النوم في حد ذاته يعني ممكن تنام بالنهار كمان طيب أيها طيب فمحاونا آية الليل وجعلنا آية النهاري مبصرة الآن كلمة مبصرة مبصرة هون إيش المقصود على فكرة بمبصرة هي تجعل تجعلك تبصر لأنه مرات نلتبس هون لحظة كيف لما قلنا مبين مثلا مبين وضربنا مثال بالضوق لما نقول عن الضوق مبين في مسألتين هو نفسه مبين عن ذاته الضوق تنظر ترى ترى المصباح هو مبين عن ذاته ثم هو مبين للأشياء الأخرى لما بنعكس على الحائط أو على كذا هو اللي بيجعلك تبصر فهو مبين من ناحية جعله من ناحية جعلك تتبين إذن هو مبين سواء بذاته أو مبين لغير وهون مبصرة تجعل الآخرين يبصرون هون تجعل الآخرين يبصرون يعني مش مثل مبين بس المبين أنا قصط أوضح فيها أكثر إذن وجعلنا آية النهاري مبصرة تجعل الكائنات اللي الله خالق لها عيون مثلا تبصر زي ما تقول مرشدة مرشدة ترشد مين الناس أيوة وجعلنا آية النهاري مبصرة لتبتغوا وقلنا الابتغاء فيه طلب ايش فيه شدة الابتغاء لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا لحظة قضيتين لتبتغوا فضلا من ربكم طبعا بعض الناس بيقول طب هو ابتغاء الفضل في الليل طبعا في الليل وفي النهار ما هو برضو إذا ما نمتش في الليل صعب تبتغي في النهار إلى آخير يعني الحالة هاي كلها لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب تصور هون مسألة الزمن لذلك بعض علماء الاجتماع وأظن منهم مالك بن نبي رحمه الله الجزائري المشهور توفي في السبعينات هو كان كأنه بيرى أن الحضارة بتقوم على إنسان تراب زمن هذول تلات إنسان تراب زمن زمن ولذلك بتلاحظوا أنه البشر كل ما تحضروا بيصيروا بحاجة أكثر لمعرفة الزمن حتى الساعة بتفرق مش الساعة بل أن الساعة وأصبحت الدقيقة إلها عند الإنسان المعاصر إلها أهمية حتى صاروا يبحثوا في العلوم على واحد بالمليون من الثانية واحد على مليار إلى آخره ولتعلموا عدد السنين والحساب عدد السنين والحساب هون بهمة هذه دخلي بجزء بس أنا قاصد أوصل الرسالة فيها بدون ما أصرح إنه سؤال هل عندما بعث الرسول صلى الله عليه وسلم هل كان العرب عندهم تقويم لعض عندهم تقويم زي مثلا الرومان الرومان من أيام يولوس كايصر عندهم الفرس كان عندهم العرب العرب في الجزيرة العربية كان عندهم تقويم واللي بدون يقول آه كان عندهم تقويم يقولون العرب فقط يبدو أنها كانت من خلال القمر الأشهر ولكن ما كانت تتعد سنين ما كانت تتعد سنين العرب تمام وحتى لما جر رسول صلى الله عليه وسلم برضو هو فقط ضبط الساعة لما في تسعة ذو الحجة لما حج الرسول صلى الله عليه وسلم الله عليه وسلم وسألهم وين أنتوا كانت تسعة ذو الحجة قالهم بالضبط من هنا تسعة إن الزمان قد استدارك هيئته يوم إلى آخره إنه اليوم تسعة تسعة ذو الحجة انضبطت الساعة لأنه كانوا زمان يلعبوا بالزمن ليش القرآن يقول إنما نسيء زيادة في الكفر يعني تمام واليهود على فكرة باستخدموا النسيء الآن لحد اليوم طبعا هذا طارق على اليهود حتى ما كانش في شرعتهم أصلا هو في زمن محدد معروف وين تبدأوا بالنسيء اليهود مش مقته لكن ممكن أنا بيّنت هذا في محاضرة اللي تتعلق بعاشراء بيّنت هذه المسألة تفصيلا فبالتالي قبل قبل الإسلام أجاء طبعا عمر بالخطاب على فكرة لما وضع الهجري القائم على القمر بدنا نعد واحد اثنين ثلاثة طب قبلها كان معروف واحد ثلاثة سنين لا أبدا ولذلك أنا أشك بأي تقدير هذا اللي بديه يا شيخ أنا أشك بأي تقدير لأعمار أو وقائع من ولدوه قبل الهجرة قبل عفوا مجيء الإسلام قبل مجيء الإسلام كيف بدو يعرف يعني تعالي اسأل مثلا متى توفي جدق تيجي أنت بتقول بتيجي أنت بتقول هو توفي في سنة كذا بتعمل حسبة طب وإذا كان ما فيش سنة رح تجد الناس مختلفين واحد يقول إله متوفي عشرة واحد يقول خمسة عشرة بكلهم لا انت مش عارفين ثلاثين إله الله ثلاثين صار ماضيات ثلاثين سنة وبالتالي لما تيجي حتى الرسول ما قدرواش يقوله إلا في عام الفيل أيوة عامل في المضبوط شوية لأنه في أمم ثانية حدث من أمم ثانية كانت مشاركة أمم ثانية كانت مشاركة وبعدين اليوم علماء التاريخ ممكن يصيروا يوازنوا لما حصل معركة فلانية بروحوا بشوفوا شو كان التاريخ في العراق شو كان التاريخ في بلاد الرومان شو كان التاريخ في اليمن إذا كانوا أو في المحلات الثانية طبعا فيه تقاويم كثيرة على فكرة في البشر فهون آه هذه قضية مهمة أنا قصدت أطرح في ذهن الناس مشان يفهموا أنه أي تاريخ بأعمار وكذا قبل أنه ييجي الإسلام انسوا انسوا إلا إذا الرسول قال إذا حدده بيكون وحي طيب شو اللي جاب هذا الكلام لتعلموا عداد السنين والحساب واليوم في العقود على فكرة في العقود اللي تعقد بين الناس لابد من تحديد الوقت إذا بطلع مرات بيتم تحديد الوقت باليوم بالضبط بيتم التسليم وهذا وينبني عليه شيء كثير طيب وإذا هاي نعمة كبيرة إذا ضرورة إيش هاي فيه كلام عن الزمن شوفوا الآن عن الزمن وكل شيء فصلناه تفصيلها أو التقوين في الدولة الإسلامية المستقبلية بعد ذلك وحكوموا تقوين مجري يعني أو تقوين مجري لا هو الكرآن أصلا اتكلم عن آية الليل وآية النهار وفي آية ثانية كمان الحساب بتم باتنين والبشري كاف الحساب بتم الشمس والقمر باتنين أما إنه نقول إنه فقط القمر يمين قال الكرآن أو الإسلام لم يربط القمر إلا بشعائر تعبودية تيجي قل لي زكاة صوم حج آه هذه شعائر تعبودية ربطها لكن تيجي تربطها إنت في التعاملات بين الناس على أي أساس وخصوصا أحيانا بيكون مش مضبوط لأنه القمر لابد إنه إحنا في أول الشهر نراكبه نعرف تمام لكن في التاريخ هذا مضبوط الشمسي مضبوط أكتر طب إذن في الشعائر التعبودية طبعا وبالتالي لازم نبقى نعرف اثنين وفعلا المسلمين عندهم اثنين ما حدا بيستنكر لا المجامع الفقهية استنكرت ولا غيره أما إذا بعض الناس اللي حقولهم صغيرة موضوع ثاني والقرآن أصلا تكلم عن الشمس والقمر مش هيك بحسبان هو أساس الحساب طبعا وفي فوائد ثانية لهذه الآيات طيب وكل شيء نفصلناه تفصيل كل شيء طبعا طبعا هذي احنا الآن قلنا اليوم الدرس مش زي الدرس سابقى انه نوقف عند كل لفظة ولكن أو نعطي أكثر لا بسرعة بدنا نتكلم عن النصائح اللي أجدت بعد الكلام عنه عن النبوءة التفصيل في الأصل في لاحظوا شو معنات فصل يقابله وصل فصل يقابله وصل وهنا بدأ ذكر في موضوع كلنا سابقا في بعض الدروس اللي هو مبين طب شو معنات بانا مثلا بانا سعاد إذن مش بان إذن فيه بردو انفصال هذول قضيتين لاحظوا الفصل أو إحيانا نستخدم بان بان لأنه يتميز الشيء ويتضح عندك لما منفصل عن غيره فسواء استخدمنا بانا انت بتقول لي بانا شو قصدك قصدك بانا ظهر ولا بانا انفصل طلاق مثلا بانا كذا وكذا طلاق بان مثلا فبان آه لأنه هو ما بيظهرش بتفصيلاته إلا لما بيبين وما بيظهرش تفصيلاته فلما بيفصل شو بصير يظهر برضو فبنستخدم أحيانا التفصيل الفصل ومنستخدم تفصيل ليش لأنك انت لما بتفصل شو بتعمل بتميز لما بتفصل بتميز زي لما تبين بتبين يظهر الأمور وكل شيء فصلناه تفصيل وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا هون الكلام عن المسؤولية الفردية الكلام عن المسؤولية الفردية وكلهم آتيه يوم القيامة فردة فردة انت تعال يعني ما تقولش غيري ما تقولش انت 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 منشارك انت فالمسؤولية المسؤولية فردية إذن وكل إنسان كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا انت لاحظ يلقاه منشورا على فكرة مش هيتغلب الناس بأنه يفتح الكتاب يعني من أول ما بتلاقي الكتاب لا قائش ما له منشور لذلك يحرص الناس شو يكتبوا فيه يلقاه منشورا يمجهز طيب يلقاه طيب وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه هاي المسؤولية ايش شو أدير بالكم هذا في بناء المجتمعات إذا بتلاحظوا هذه حكمة إنه المجتمعات الصالحة واللي بتتوصل أهدافها واللي بتتكون سعيدة لازم هاي اللي قلنا واحد اثنين 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 الاخرية منها لابد إنه المسؤولية تكون فردية اسأله كلكم مسؤول ايوه كلكم راعي وكلكم مسؤول عند راعي كل واحد طيب ممتاز طيب المهم لا يؤتيرنا من قبالك الآن وكل إنسان اللي ألزمناه طائره في علقي بعض الناس أو كثير واقع نتيجة إنه مجتمعاتنا بعدت عن عصر الاحتجاج في اللغة ممكن بعض التعبيرات ما نفهمهاش مثل هاي وكل إنسان اللي ألزمناه طائره في علقي طبعا ألزمناه وهو الملازمة معروفة الملازمة معانته فيش مفارقة بشيك لما فلان يلازم فلان دائما معه عملك بلازمك باختصار عملك بلازمك الدنيا وآخر يعني لنفكك هذا المقصود لنفكك بينك وبين عملك وكل إنسان ألزمناه طائره وين بيستشكلوا الناس في طائره وفي عنقه بس خليني أقرب الصورة الآن في عنقه أول شي قبل طائره بالدرجة الأولى في الأعناق ثم إذا ربطوا الأيدي بس إذا بدوا سيطر عليه تمام وين بربطوا مثلا في سورة ياسين فهي إلى الأعنق فهي إلى أذقان فهم مكمحون طيب وهذا شرحناها في سورة ياسين تمام وحتى وحتى الحيوانات الشرسة بتلاحظوا إيش وين بيقيدوها وين بيقيدوها في عناقها مربوطة بالعنق مش بيربطوها بالرجل ولا بالإيد إذا بدهم يتحكموا فيها هون وطيب وبعض المفسرين بكون لك يعني عملوا مثل الكلادة اللي في عنقه تلازموا تلازموا مثل الكلادة اللي تكون عنقه طب إيش طائره قبل ما نقول إيش طائره نقول إيش إيش معنا سهمي لما نجي الآن نقول مثلا الشركة المساهمة إيش سهمك أو المساهمة اللي هو نصيبك نصيبك إنت اللي إليك في الشركة نصيبك اللي في الشركة هذا السهم السهم طب شو علاقته بالسهم هذا شو علاقته بالسهم كيف نشأتها قضية السهم انه حتى قالوا هذا سهم يعني نصيبي اه لانه كانوا يبدوا يستخدموا السهم في بعض الحالات لتحديد الانصبة نصابك كذا ركيتم نشوف كيف يعني السهم تمام فبالتالي اليوم بستشكلوش الناس لانها مستخدمة بستشكلوش موضوع سهمي يعني نصيبي بشيك والمساهمة حتى المساهمة وحسن طب هاي من السهم طيب اه ولكن ممكن يستشكلوا طائره وكل الانسان نلزمناه طائره تمام ما يستشكلوش سهمي ليش لانه تعبير سهم مستخدمة يعني بيستخدموها اليوم عشان بيستخدموها ما التبستش علينا مع انه لها علاقة بالسهم فساهمة فكان من المضحضين طيب كانوا لاحظوا طبعا السهم كانوا بتعرفوا بيكون السهم فيه له في مؤخرة وطبعا مشان ينضبط في الإرسال ريش وتفاصيل ما برضو هاي السهم فيه اتقان في صنعه مشان ياخذ الاتجاهات فكانوا مرات عفكرة مشان يحددوا الانصيبة ممكن يستخدموا وسيلة السهم في ضرب السهم فأين يقع ويصيب يأخذ نصيبه بكونوا واضعين الشيء اللي بدهم يقتسمون يقتسمون مثلا في مكان قدش بيبعد طبعا كيف اليوم لما نقول بيعملوا قرعة بس كانوا زمان شو يعملوا السهم فالسهم وين بطير لاحظوا الان السهم وين بطير بطير وبوقع في النهاية وين هذا سهمك او هذا طائرك طائرك ها اذا طب ليش يقبلنا سهمك مش او يعني فهمنا سهم ما فهمناش طائر لانه ما عندناش تصور شو اللي كان يحصل في غضية في تحديد الانصيبة انه كان ايش يستخدم السهم اللي يطير وبالتالي وكل انسان الزمناه طائره عشان هيك كلنا عمله طائره نصيبه هذا اللي هو الو في وهو اللي حتى هو اللي طيره كمان بشيك ها لانه تعد غالبا رح يتحسب اكثر ما يتحسب على ما تعدى من اعمال منه بشيك وزمان كانوا يطيروا الناس التحيات لما يكون في لهم ابن كذا بالعيد كان بطيروا التحيات مشان توصلوا الى اخره برضو بيصدر منه على فكرة افعاله فبالتالي هنا المقصود بشكل عام الاعمال وكل انسان الزمناه طائره في عنقه هذا سهمه سهمه ما عمله هو ها في عنق يعني الزمناه يعني التزم وكل انسان اه اذا هون باختصار هي المسئولية الفردية باختصار هي المسئولية الفردية طيب ما فيش مسئولية جماعية في الدنيا دقكم معي بالله هي كلنا على المسئولية الفردية طيب ما فيش مسئولية اجتماعية اه فيه واذا اردنا السورة نفسها بعد قليل واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها الفئل وحنا سابق قلنا ان المترفين مش الاغنياء وانما المترف الذي هو الذي افسده غناء غناء وسلطته افسدته هذا المترف اما مش الغني المترف لان بعض الناس يظن المترف يعني الغني لا الغني الذي افسده غناء السلطان اللي افسده سلطانه الاخره فهون ما هو القرآن اصلا كلا ان الانسان لا يطغى ان رآه استغنى فهون طبعا الاستغناء يكون بالمال والاستغناء يكون بالقوة والاستغناء قد يكون بالجاه والسلطان الى اخره يشعر الانسان بالاستغناء ولكن المسلم لا يستغني ليش؟ لانه دائما يشعر انه هو محتاج الخالق هو لحظة هو المسلم حكيم وفاهم انه مش انا آه وبالتالي دائما بشعر بايش آه وبالتالي الحديث اللي او القول اذا دعتك القول دعتك قدرتك على ظلم الناس يعني فتذكر اذا ما بشعرش بالاستغناء بشيك وبالتالي بتكون محلولة لانه ممكن يقول طب هذا قانون ما هو هذا قانون كلا ان الانسان لا يطغى من انسان الرأى هو استغناء طب والحل الحل بخليه ما يستغنيش كيف بجعله ما يستغنيش بجعله ما يستغنيش بربطه بجعله مؤمن مرتبط بالخالق ومحتاج الى دائما حتى في الصلوات يا رب يا رب دائما هو صاحب حاجة ما بستغنيش تمام؟ فبالتالي ما فيش مجال يطغى لانه ما بستغنيش اذا استغنب يعني شعر بانه انا تمام وضع تمام ما محتاج احد لا بالمال ولا بالقوة ولا بالسلطة ولا انا لذاك فرعون شو عمل لما شعر انه كأنه مستغني اخسار انا ربكم الاعلى فهون اذا اذا المسئولية فردية يوم القيامة ولكن هذا لا يعني ان الله لا يؤاخذ الناس فتكون المسئولية جماعية احيانا لما بسكت حتى لما بيهلك الله سبح وتعالى ممكن يهلك ظالمين مع ايه مع غير الظالمين ولذلك في قصة الجيش الذي يذهب من اجل المهدي فيخسف به في البيداء هذه هي العلامة على فكرة اللي بتكون انه هذا المهدي قبل هيك انسى بيكون لك مهدي ومش مهدي تمام اهم علامة الناس بيعلموا انه بكون هذا الرجل اللاجئ الى كعبة ثم يوصل الى جيش معناته شو جيش له رجل معناته كاين ما له هالرجل معناته من الناس المعارضين للظلم ومعروف ومشهور تمام طيب فيخسف بهم فعائش رضي الله تعالى عنها استشكلت انه يعني مهم هذا الجيش مارك وهو طريق يعني بكون رايع غالبا نجيش في الطرق القديمة كمان وفي ناس وفي كوافل وفي كذا وفي اللي طالع منهم معهم مش فاهم فالرسول صلى الله وسلم قال يعني بمعنى انه يخسب بهم كلهم ولكن يبعثوا يوم القيام على ايش نياتهم لانه طريق صحيح جماعهم بس مش مقاصدهم وحيدة الطريق جماعهم صحيح بس مش مقاصدهم وحيدة ولكن لما هلكوا هلكوا كلهم هلكوا كلهم وفي حديث اخر حديث اخر نهلكوا وفينا الصالحون اذا كثر الخبث معنا تصار الخبث هو الاكثر الاكثر والاكثر مرات او كثرة حتى بدون اكثر كمان كثر الخبث لانه لك دور انت لك دور في الامر معروف انهي على المنكر حسب موقعك مسئوليتك قديش بتقدر وين ايش انت في اي موقع بتقدر فبالتالي حتى لا لما نقول انه مسئولية فردية هذا عند الله انت يوم القيامة بتوقف امامه وبيسألك انت انت اه لكن في الدنيا مسئولية جماعية تقدرش تتخلى وتقول انا ما لدي علاقة وانت قادر تغير تمام فهون اللي واذا اردنا ان نهلك قرية مجتمع يعني او اذا اردنا ان نهلك قرية امرنا مترفيها طبعا امرنا هاي مش على فكرة مش متواترة لانه كثير لما بفسره لما بفسره بقول له هناك قراءة فقد يتصور بعض الناس انها ايش انها متواترة ولكن هي تصلح تفسير قراءة تفسيرية ممكن امرنا بشيك اذا واذا اردنا ان نهلك قرية امرنا بس طالما صلنا ذاكرين الاية هون العجيب انه يعني في فهم هذه الاية امرنا كان بصيروا يعتذروا الله سبحانه وتعالى لا يأمر مثلا بالفسوق لا يأمر بالفسوق الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالفسوق معنا احنا مش فاهمين الاية احنا مش فاهمين الاية واذا اردنا اذا في ارادة ربانية ان يهلك هذا المجتمع لما خصوصا قديما كان يتم اجتساث المجتمع قبل ما يصير عصور الرحمة يجي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين فهون لاحظوا وإذا أرادنا إذن أراد الله أن يهلكها طب ليش بلكم أراد أن يهلكها إذن هي استحقت تمام هي استحقت ولكن ما كانش تم الإهلاك إلا بعد الإنذار بعد الإنذار فيه إنذار أخير دايما استحقوا طيب ينذروا تمام طيب تم الإنذار وإذا أردنا أن نهلكها إذن ما يظنوش أنه القرية مش مستحقة ولكن طب ما فيها أولاد صغار خصوصا زمان أيام عاد وثمود وشعيب وكوملوت طب ما فيه أولاد صغار وبنات الصغيرات ومش بالغين وهذا المش مسؤولين هيرجعنا لموضوع المجتمع نفسه بيكثر الخبث أما يبعثوا على نياتهم وبالتالي الصغار في الجنة مش قضية هاي الآن حلمك أيوة وإذا أردنا أن نهلك قرية بيصدر الأمر للمترفين المتنفذين هذول عدله آه لأنه أنا مش معقول يعني يكون الأمر للناس العاديين هذلك ما هو مش ماشين من أصله بس الآن الأمر بإصلاح الوضع وديروا بالكم وهي العكاب جاهل مين بيكون للمتنفذين والمترفين أيوة أمرنا مترفيها لما بأمرهم شو معنات فسكوا يعني أمرنا مترفيها فخرجوا على الأمر هاي معنات فسكوا لأن الفسك هو الخروج كن قال لك الله بأمرش بايش طيب فهمنا ما هو المسألة ما فيش داعي للاعتذارة في هذه المسألة هنبينيه هو بيصدر أمر فبيخرجوا على الأمر هاي معنات فسكوا فيها خرجوا عن خرجوا عن لأنه مش هما بيضور معنى فسقة بيقول لك لما أنت تمسك التمرة هاي خصوصا لما بتكون يعني الرطبة بتشد عليها بتطلع من وين من جلدتها من جلدها بيقولوا فسقت بتطع من كشرة يعني فسقت فهو الخروج أمرنا فخرجوا على الأمر هذا كل الموضوع فيش داعي للاعتذار تقول إذن أمرنا متر فيها فسقوا فيها فحق عليها القول شوف حق فدمرناها تدمير نعم يا شيخ إيه عشان في البقائق اللحظات الأخيرة بدي سؤال مركزي إنه كيف الآن بدنا نربط هذا اللي تفضلت فيه مع نظرية أبي الأعلى المودودة أو الندوي أو المودودة 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 إنه لما في البداية قال إنه من هذه الآيات أخذ نظرية المجتمع المسلم إذن يعني شو ملخص النقاط اللي في الآيات بترجع لنظرية آه ما هو إذا بتلاحظوا إحنا أخذنا ببادئ أولا أول مبادئ فيها هذا الكرآن هداية آه يعني بمعنى آخر إذا طلبت في غيره بدك تتمشكل إحنا بنتكلم عن المجتمع الصالح كيف بدك تأسس لمجتمع صالح الآن بيجي السؤال ليش هذا الكلام كله وبعدين كيف تنتهي الآيات خصوصا في الآية 39 بذكر إنه هذا كل المذكور هذه حكمة 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 إما أوحى إليك ربك حكمة آه هذا مما أوحى الله سبح تعالى به من حكمة تعقيب على كل اللي اللي سبق تمام ومن أهمه كمان العمل آمنوا وعملوا آه آه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات العمل وعلى فكرة مين بحدد ما هو صالح وغير صالح لأنه بعض الناس بيجي بقول لك طيب اللي صالح عندك مش صالح عندي نظرتي بتختلف عن نظرتك طبعا غير في أمهات الأخلاك والقيم ممكن يلتقوا البشر على الأمهات اللي مفتورين عليها آه وبالتالي هذا بدل على ضرورة إيش مزول الدين ليحدد لك الإيجابي والسلبي لأنه البشر مرات ممكن يختلفوا يختلفوا في ما هو سلبي وهذا واقعهم ما هو سلبي ما هو إيجابي ممكن يختلفوا تمام؟ ممكن ما يختلفوش إنه الوفاء إيجابي والخيانة سلبية ما بيختلفوش لكن بلتزموه بلتزموش هذا موضوع تاني كمان الكذب ما بيختلفوش إنه الكذب إيش سلبي وإن كان أجذب الكذبين يعني بيحب دائما أولادته ومراته يزدقوا معا أجذب الكذبين بيحب إيش حدا يكذب عليه أجذب الكذبين هذا موضوع تاني الآن فهون إن هذا القرآن يهديه التي هاكم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات هاي عمل الصالح طيب لا حضنا بعدين القضية اللي أجلت بعدين ويدعو الإنسان بالشر آه كيف إنه الإنسان نتيجة العجلة انتبهوا ممكن نتيجة العجلة تنصلوا نقيد ما طيب كيف الإيمان بالآخرة الإيمان بالآخرة إشي أساسي في الدعاء المهمة جدا للصلاح والمجتمع الراشد أيوة ما هو لأن الذين لا يؤمنوا ونقيدوا العجلة يعني هي العجلة كأنه لأنه يضلوا للآخرة مش رح يكون عجول آه شوف هون كان يعني الشيخ سبق إشي يروح نجي إن شاء الله الشيخ لأنه فعلا هو أكثر الناس اليوم أكثر الناس زي اللي قالوا عصفور في اليد خير من عشرة على الشجرة طيب أذلك العشرة منتش بعرفك إنك تقبضهم العشرة فالعصفور اللي في اليد صح أحسن فنتيجة استعجال البشر على فكرة معظم الفسقة أو الكفرة أو اللي بدهم يحاسبوا يوم القيامة ويكونوا حسابهم عصير هذول اللي استعجلوا لأنه بدهم هم إيش اللذة العاجلة مثلا بدهم اللذة العاجلة وبعد أيوة لذلك هل رح تيجي الآية مشيك أيوة لاحظ استخدام العاجلة في النصائح هاي اللي أجد من كان يريد العاجلة العاجلة من كان يريد العاجلة شوفها لأنه هو بيستعجل هو بيستعجل وأهلك أكثر ما يهلك الناس إنه مش عم بصبروا مستعجلين اللذة ومستعجلين الغنى ومستعجلين في الدنيا يعني الفسوق ومستعجلين 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 برتشوا ليش مستعجلين وعلى فكرة الأجيال الجديدة هاي مش عم بتتربى كثير منها مضبوط أكثره بتلاقي على فكرة مستعجل للغنى لما بيشوف من حوله مستعجل للغنى بدي يوصل بأي طريقة فبوكعوا في المهالك بدي يوصل بأي طريقة مش زي آباءهم على فكرة اللي كانوا صبورين وتسنين وسنين عبين ما إنه في الأخير الرجل يعني إحنا عفوا الواحد فينا عبين ما امتلك سيارة وبعد ما خطير لا هذول من أول يوم هذول اليوم كثير منهم هالزغابة من أول يوم بيأخذ الرخصة بده سيارة ومش أي سيارة وشوف شو بوقعه هذا في إشكالات وفي نصب وفي رشاوة وفي في 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 معظم المشاكل على فكرة من هذه عجلة مستعجله ولم يقول لك شو أنا أقعد ستين سنة عبين في الأخير وأنا أكد وأتعب عين آخره وذلك يقول شي على مكس آه خلينا إذن إحنا نكمل إن شاء الله إحنا صلنا ساعة صلنا ساعة فبدناش نطول على الناس إن شاء الله نكمل هذه العناصر وبدنا نحاول نشوف شو رابطها بقضية بعد النبوءة هذه ولكن هي قوانين على فكرة وسماها القرآن خصوصا لما لعند الآية تسعة وثلاثين حكمة هذه الحكمة الموحة الحكمة اللي هي وحي يعني بمعنى آخر المجتمعات اللي بتخذها بتبني الدول القوية المحكمة أيوة التي تمنع الفساد التي تمنع الفساد طيب نكمل إن شاء الله وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين مبارك الله فيكم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم اشتركوا في القناة